موسيقى عمتم مساء مشاهدين ومرحبا بكم معنا في عدد جديد متجدد من برنامج بصراحة تتيح الشبكات الاجتماعية لمستخدم الانترنت الفرصة لكي يتقاسم أمور حياتهم وتسمح لهم بالتعبير عن مواقفهم إزاء القضايا التي تجذب اهتمامهم وبالخصوص تلك التي لها علاقة بالمواضيع المثيرة للجدل والتي تتضارب حولها الأخبار أو تختلف حولها الأراء وتتعدد بخصوصها وجهات النظر ومع التطور الكبير للتكنولوجيا الاتصال الرقمي وتزايد الحاجة للتواصل السريع والآني بدأت هذه الشبكات تتحول شيئا فشيئا إلى أداة لقياس الرأي وإلى وسيلة لاستطلاع التوجهات والكشف عن الأفكار فهل تبارس الشبكات الاجتماعية بالفعل تأثيرا على الرأي العام وتساهم حقيقة في بلورة المواقف وتوجيه الأفكار؟ وإذا كانت هذه الشبكات تؤثر على الرأي العام فما هي الأشكال التي تستعملها لممارسة هذا التأثير؟ وهل هذا التأثير له حدود معينة؟ أم يمكن أن يخرج عن الطوع؟ وهل هذا التأثير تقف وراءه جهات محددة؟ أم أنه ناتج عن سياقات معينة ومرتبط بمناخ عام؟ وهل الشبكات الاجتماعية يمكن أن تمارس تأثيرها على كل الأفراد؟ أم أن هناك فئات معينة أكثر قابلية للتعرض لهذا التأثير؟ وكيف يمكن أن تساهم الشبكات الاجتماعية في توجيه الرأي بالطريقة التي يمكن من خلالها الاستفادة من الطقات الإيجابية التي يزخر بها المجتمع؟ لمناقشة محاور الموضوع يسعدنا كثيرا أن نستضيف معنا الأستاذ محمد بودن المحلل السياسي ورئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية المؤسساتية مرحبا بك معنا أستاذ مدن نورتنا شكرا جزيلا أنا الأسعد نورتنا شكرا مرحبا وشكرا على قبول الدعوة معنا كما جرت العادة مستشار البرنامج الدكتور أحمد دافري أستاذ الإعلام والتواصل والناقد الفني مرحبا أستاذ دافري أهلا وسهلا خديجة شكرا إذن مشاهدينا وقبل أن نعمل على مواصلة النقاش مع ضيوفنا هنا أدعوكم لمتابعة هذا التقرير من إعداد الزميل عبدالصدق من عيسى رئيس التحرير بإذاعة البحر الأوية المتوسطة الدولية الميديا لنشاهد لعل التواصل الإجتماعي من أكثر ما استحدث على شبكات الإنترنت وأشدها نفعا وتأثيرا وخطورة في آن واحد وقد يكون التعريف الأنسب لمواقع التواصل الإجتماعي أنها تلك المواقع التي تتيح لمستخدميها ومرتاديها فتح حسابات شخصية لهم وربط علاقات مع مستخدمين آخرين لتلك المواقع تلك العلاقات التي تنسج بين مرتادي تلك المواقع تتفاوت أهميتها وكثيرا ما تطورت تلك العلاقة الافتراضية وارتقت درجات من الحميمية وجعلت المرتبطين بها يتقاسمون أشياء كثيرة هي من صلب خصوصياتهم وعد تلك العلاقات التي تنشأ بين الأفراد تعتبر مواقع التواصل الاجتماعي فضاء للترويج للمعلومات المختلفة كم منهائل من المعلومات يتدفق عبر صفحات التواصل الاجتماعي قد تكون معلومات حول صناعة ما أو منتوج ما أو مرض ما أو تجربة مر بها أحدهم وارتأ أن يتقاسمها هكذا ببراءة مع رواد موقع التواصل الاجتماعي المفضل لديها تبدو تلك المعلومات أغلبها ملفوفة بما يوهم متلقيها ببراءتها وبراءة من ألقوا بها بيد أنه مما لا يماري فيه اثنان أن كم من كبيرا من تلك المعلومات موجه ليكون ذا أثر في النفوس وذا قوة مؤثرة في القرارات التي يتخذها الناس لشراء منتوج معين أو ليقصدوا وجهة سياحية معينة أو لشراء ماركة سيارات وما إلى ذلك ولكن التأثير الأكبر لما يروج على مواقع التواصل الاجتماعي هو ذاك الذي ينال أصحاب القرار السياسي والاقتصادي فترى حملات منظمة تشغل صفحات الفضاء الأزرق تحشد التأييد والدعم لموقف من قضية ما أو سياسة تنتهج في مجال من المجالات وعند هذا المستوى تكون النسبة الأكبر من التسميم فيما يجري الترويج له وتكون المغالطات والأفكار الهدامة لم يعود الآن عصيا على الإدراك هذا الدور المؤثر والموجه الذي تقوم به مواقع التواصل الاجتماعي في زمن لبس فيه كثيرون أقنعة الورع والفضيلة لينفذوا خطة مرسوما لها السبيل إلى أهداف محددة وغايات يعلمونها هم جيدا إذن كل شكر لفريق العمل وأيضا لزميل عبدالصدق بن عيسى على هذا التقرير وعلى هذا التوظيب المتناسق جدا أبدأ معكم أستاذ بودين هل يمكن اعتبار الفيسبوك أو المواقع الاجتماعية الأخرى طيارا سياسيا بإيديولوجيات ربما مختلفة وغير واضحة دعنا نقول لكن هذه المواقع الاجتماعية تقف وقفات صريحة وصحيحة طبعا شبكات التواصل الاجتماعي أصبحت سيمة تطبع المرحلة الراهنة والمؤكد أنها في جميع الأحوال هي بمثابة طريق سيار تتسبق فيها الأفكار والمعطيات وأعتقد أنها أسست لصحافة جديدة وصحافة المواطنة بحيث أن كل شخص يتوفر على هاتف دكي يمكنه أن يقوم بنقل مباشر لحدة أو لا يحتاج إلى حقوق النقل ولا يحتاج إلى تأسيس لذلك رسميا نعتقد أن هناك مقومات تتوفر في شبكات التواصل الاجتماعي من أجل التأثير في الرأي العام طبعا هناك أحيانا لالتقاء المصالح وهناك أحيانا وجود قضية كبرى تهيكل النقاش العام وأحيانا النقاش دائما هو نقاش ضرفي مرتبط بزمن محدد ليس نقاشا مفتوحا حول موضوع ما بمعنى أن قضية تأتي لتدفع قضية أخرى هناك تدافع للقضايا على مستوى وانزياحات نعم هناك تدافع وانزياحات كما ذكرت على مستوى القضايا وأكثر من ذلك الراهن أيضا يؤثر النشاط على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي ويجب أن يكون الإشارة إلى أن المجتمعات تختلف في تعاطيها مع شبكات التواصل الاجتماعي بحيث هناك مجتمعات تفضل مثلا الفيسبوك وتقبل عليه بشكل كبير وهناك مجتمعات أيضا تفضل تويتر أو تفضل إنستغرام أو تفضل وسائط أخرى طبعا في بعض الأحيان مثلا تويتر لا يوفر مساحة كبيرة للتعبير عن الرأي بينما الفيسبوك يسمعه بالتعبير يسمعه بشكل كبير إذن أعتقد بأنه على المستوى القيادة في شبكات التواصل الاجتماعي تبدو بأنها غير معروفة ولكن بالتأكيد هناك قائد ومنقذ أكيد أسد الدفري كيف ترى هذه العلاقة ما بين القرارات ما بين الرأي العام دين المواطنين وما بين المواقع الاجتماعية وهذه التأثيرات ربما هي غير مرئية نعم عالم الشبكات الاجتماعية هو عالم موجود بالفعل يقال العالم الافتراضي ولكن عندما نتحدث عن الافتراضي بمعنى أن نتحدث عن شيء هو محض خيال أو ربما هو غير موجود حقيقة في الواقع لكن الآن الشبكات الاجتماعية أصبحت توجد في الواقع حقيقة وتمارس تأثيرها والدليل على ذلك الكثير من الأحداث التي شهدها العالم وكان لشبكات التواصل الاجتماعي دور كبير في تأجيج النقاش حولها وعندما أتحدث عن تأجيج النقاش بمعنى أنه تصعيد فيه إلى درجة المواجهة والصراع وإلى درجة الإطاحة بشخصيات أو تغيير قرارات لذلك فهذه العلاقة بين قرارات التي تتخذ على مستوى الواقع وما يتخذ على مستوى هذه الشبكات الاجتماعية أصبح الآن من ضروري أن نتعامل معه بنوع من الجدية بنوع من الحيطة والحضر أحيانا نعم وعندما نتحدث عن الجدية فمعنى ذلك أننا يجب أن نتعامل معه في إطار مخطط استراتيجي صحيح ليس فقط ضرفي أو آني أنا أستغرب أحيانا عندما يصرح بعض الأشخاص أو تصرح بعض الشخصيات تصريحات خاطئة عندما تقول بأن هذه الشبكات الاجتماعية هي مجرد يعني كلام ملقع على عواهني وترهات وترهات إلى غير ذلك وإذا كان الأمر كذلك لماذا هذه الشخصيات الفاعلة على مستوى الواقع في مجال الاقتصادي والسياسي غيرت لها هي بنفسها صفحات لها الصفحات وتقوم بكتابة التدوينات وتغريدات إذن ماذا ماذا كذلك وأيضا أكثر من ذلك ربما غيرت من قراراتها وغيرت عدة يعني ربما أراء مواقف من خلال هذا التأثير دي المواقع الاجتماعية نعم وهي أصبحت شبكات الاجتماعية توتيح إمكانية القيام برصد ما يرجو في الساحة سواء الاجتماعية أو الرياضية أو الفنية أو السياسية أو الاقتصادية صحيح أصبح الآن لدينا مؤشرات عندما نريد أن نتخذ قرار معين يجب أن نقوم باستطلاعات في الماضي كانت هذه الاستطلاعات والدراسات تتطلب أموالا باهضة الآن أصبح بإمكاني مثلا المسؤولين عن إدارة مواقع الاجتماعية أن يبيعوا لمجموعة من الناس الذين يحتاجون إلى هذه الشبكات أن يبيعوهم مجموعة من المعلومات الشخصية ولا أدل على ذلك ما حدث مؤخراً من دجة وصلت إلى مستوى الفضيحة في تعامل مارك زوجر بيرغ مع المعلومات الخاصة بالأشخاص وكيف أنه تصرر المعلومات إلى غير ذلك طيب أستاذ بودن هل يساهم الفيسبوك تحديداً والمواقع الاجتماعية الأخرى على تعديل الكفة لصالح بعض القضايا دعنا نقول قضايا نبيلة وليست فقط يعني ربما كما قال أستاذ دافري تأجيج في قضايا اللي ربما ذات منح آخر طبعاً هو يجب التمييز في هذا الإطار بين معطيين أساسيين معطي الأول وهو الجوانب الشخصية التي أصبحت تظهر على شبكات التواصل الاجتماعي وانتقلت من الحيز الخاص إلى الحيز الهام هذا الجانب يعني كل شخص ينظر إليه من زاوية خاصة وبالتالي أعتقد أنه متجاوز فمدام الفضاء يوفر حرية يوفر تقنيات وخدمات مجانية فأعتقد أن الكل سيمارسها بأسلوبه لكن على مستوى التفاعل القضايا في شبكات التواصل الاجتماعي فبالتأكيد لما يكون الرأي العام أو مجموع الجمهور الموجود في شبكات التواصل الاجتماعي يؤكد على أن قضية ما هي توجد تحت إطار المصلحة العامة وتحت إطار التطوير وتحت إطار التجويد وتحت إطار محاولة تغيير واقع لا يرتفع فبالتأكيد هنا لا بد من الإشارة إلى أنه لا يمكن أن تتحقق هذه القناعة الجماعية بشكل مطبوع بالصدفة أعتقد أن المصلحة العامة تؤثر تحركات وتفاعلات الفاعلية على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي ولكن أحيانا تغيب المعلومة الصحيحة لما تغيب المعلومة الصحيحة أحيانا الجماعة لا تتبنى رأي موضوعي أو قراءة موضوعي للحدث يعني بتوافر المعلومة الصحيحة نحن ننطلق من أن المصلحة العامة هيكل يعني التفاعل مع قضية ما مثلا ننظر إلى تفاعل مع قضية يعني اغتصاب طفلة أو تلميذة أو ما إلى ذلك تفاعل مع قضية مرتبطة بغلال أسعار التفاعل مع قضية مرتبطة بإعادة رضيعها إلى منزلها التفاعل مع قضية مرتبطة بأداء لاعب كرة قدم يعني وهو يعني في وضعية صحية صعبة إلا أعتقد أن الملاحظات يعني الناس ديالفيسبوك هي ملاحظة موضوعية لكن في بعض القضايا السياسية أحيانا تغيب المعلومة تغيب المعلومة تغيب المعلومة وبالتالي الرأي أحيانا يكون وبالتالي يتم الابتعاد عن الموضوعية نعم 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 طيب سيد دافري ما الكيفية التي تتم بها هذه التأثيرات عبر المواقع الاجتماعية هناك مجموعة من تقنيات الخطابية نعم لأن العالم الشبكات الاجتماعية هو عالم خطابي يعني استمان دو ديسكور والخطابات تتم عبر الإقونات معينة يعني عبر صور وأشكال حتى الكتابة فهي إقونا شكل من الأشكال يعني عندما نقوم بمثلا عملية سكرينشوت مثلا نقوم بعملية تصوير لما كتبه شخص بخصوص موضوع ونعلق عليه ونحاول من خلال ما كتبه هذا الشخص أن نؤلب الناس عليه مثلا هذه تقنية تقنيات تعمل فيها واحد عملية حجاجية بما هو ملموس اسمعوا معي ماذا قال السياسي فلان فلاني حول الموضوع الفلان الفلان إنه يتهمكم بأنكم كذا وكذا صحيح من خلال بالحجاج إذن هذه تقنية خطابية تعتمد على ما نسميه ولها بفعول لها بفعول تؤثر يعني بالشكل قوي بشكل ضاغط ربما هذه تقنية أولا هي معمول بها في مجال التأثير ليس فقط الوجداني وإنما التأثير العقلي هل يمكن مستدفري هل يمكن فقط غير أستسمح هنا على المقاطعة هل يمكن كل هذه التأثير التي ذكرت الآن بهذه الحجاج أن تجعل هذا السياسي أو هذه الشخصية العامة أن تتراجع عن قراراتها هناك من عاد إلى تلك التدوينة وقام بحد فيها هناك بعض الأشخاص الذين قدموا اعتدارا وعندما أتحدث هنا عن تقنية الحجاج يعني عالم هنا بأدلة دامعة دامعة هناك كذلك تأثيرات التي لها علاقة بالعواطف والوجدان علاقة بالعواطف بمعنى أنه ربما تحاول أن تؤثر على الأشخاص من الجوانب التي تقصهم في المشاعر الداخلية مثلا أنظروا فلان فلان إنه يبكي لأنه قام بفعل كذا وكذا وهو يطلب منكم أن تعتذروا وهو يعتذر لكم ويطلب منكم أن تسامحوه على ما فعل هذا خطاب وجداني عاطفي هذا استعطاف لأنه لا يتماشى مع مبدأ مثلا دستوري ديال المسؤولية التي ستكون قصرنا بالمحاسبة لأنه إذا كنا سنطبق هذا المبدأ هذا هو عقلاني فإنه أخذ واحد عيام يبكي لا يمكنك شيء تقول لك أن نسمح لك لكن قانون لهو مثلا أرى نشوفه ما هي الأسباب ديال هذه الاختلالات التي جعلت أنك تتقوم بهذه المساعدة إذن هناك تقنيات التي تقوم على الحجة على الدليل على المقارعة ديال الأفكار فكرة بفكرة وهناك تقنيات أخرى التي تستجدي العواطف وفي هذه التنائية ديال ما هو عقلاني وما هو وجداني هنا في هذه التفاصيل قد يكمن ما يسمى بتأثير على الرأي وفق ما يرغب فيه ذاك الشخص الذي في مصلحته شيء ما إذن إذا كانت عندي مصلحة معينة في هذا الأمر فهذا الصراع هذا بجوج من بعد يمكن أن نتخذ مواقف معينة ونوجه الرأي كذلك في اتجاه اللي يبغي إما من ناحية السياسية أو من ناحية القضايا الكبرى القضايا الكبرى طيب بودنا على المستوى السياسي ما هي أوجه التأثيرات التي قد تجعل شخصية عامة قد يتراجع عن قراراته وبالتالي مجموعة ديال القرارات التي نرىها دوليا وعربيا قد تصدر من جهات مسؤولة وبالتالي يتم تراجع عنها هناك على المستوى السياسي هناك اتجاهين أعتقد فيما يتعلق بالتعاطي مع المضمون الذي يقدمه لا الفيسبوك ولا مختلف شبكات التواصل الاجتماعي وخاصة الفيسبوك في المغرب يحتل الصدر لأنه أنا تحدث عن حزب الفيسبوك نصيتي جدا أنا 18 مليون حساب ممكن الناس عندهم بزاف كان بعض عندهم بزاف للحسابات أكثر من حساب ولكن 18 مليون رقم رقم أتاقل منه ما كانش يعني ما ما كان لف نقابة ولف حزب ولف يعني في إطار آخر إذلك أعتقد بأنه كما قلت هناك اتجاهين الاتجاه الأول يرفض أو يحاول أن يتحلل من الاعتراف بذور شبكات التواصل الاجتماعي في صناعة القرار وبالتالي يقول بأنه قد نتلقف ما يقوله الفيسبوكيون ونصنع قرار بمعنى هناك قد يكون توافق للنخبة أو توافق للنخبة السياسية أو توافق داخل حزب معين أو توافق داخل الحكومة من أجل التفاعل ولكن في الأولى الأخيرة أصبحنا نرى وكأن شبكات التواصل الاجتماعي أصبحت تنتزع اعترافات من الفاعلين السياسيين وبدأ هناك اتجاه يعني غالب يقول بأن شبكات التواصل الاجتماعي لم تعد افتراضية يعني من حيث المضمون أخذت محل واقع أصبحت فاعلا مؤثرا بل من القوى الفاعلة في المجتمع وتمتلكوا آليات من أجل التأثير نجد مثلا الهاشتاغ نجد مثلا إمكانية وضع استطلاع في خيارين نعم لا هذا السياسي يستحق أن يكون رئيسا للحكومة نعم لا هذا يستحق أن يكون رئيس حزب نعم لا مع أن هناك استطلاعات على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي الخاصية موجودة في الفيسبوك حتى في التويتر متاحة 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 إذن أعتقد بأنه يعني يعني على المستوى السياسي هناك أحزاب يعني تراجعت شعبيتها على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي إذا كانت لدينا مؤسسات لقياس شعبية في المغرب يعني ويعني إذا أردنا أن نحلل الموضوع علميا فسنعتمد إما الملاحظة أو المقابلة أو تحليل المضمون أو الاستطلاع الآن بإمكاننا أن نقوم بالثلاثة الأولى الاستطلاع يعني على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي متاح ولكن على المستوى الواقعي لا توجد هناك مؤسسات للاستطلاع من أجل دراسة على أنه الشبكات التواصل الاجتماعي تؤثر في الساسة أعتقد بأن الفاعل السياسي لما يتعلق الأمر ببلاغ يعني ببلاغ معين مثلا مؤخرا تابعنا شبكات التواصل الاجتماعي تتحدث عن بلاغ منتصف الليل الذي أصدرته الحكومة بمعنى أن الفاعل الحكومي يتحرك خارج الزمن المؤسساتي يريد أن يتفاعل مع جهة ما من هي فعلا المتتبعين وما اللي يقوم بالبرتاج عملية البرتاج وما اللي غيروا بالتقاسم وما اللي غيروا بالتقاسم وما اللي غيروا بالقوة وأكثر من ذلك فغير ذلك العملية ديال الخصوصيات اللي كتوفرها أو الخاصيات اللي كتوفرها شبكات التواصل الاجتماعي بين جادو وجيم وطغيستو وكلا غير ذلك الحالة يعني وكأنها تعطينا صورة عن المزاج العام صورة عن المزاج العام يعني المزاج العام داخل شبكات التواصل الاجتماعي يعني أحيانا يكونوا من شريحا بقرار ما أحيانا يكونوا غاضبا على قرار ما أحيانا يكونوا يعني مثلا في إطار تفاعل شبكات توصيل اجتماعي مع الخطاب السياسي هناك يعني متابعة هناك تسييس على مستوى شبكات توصيل اجتماعي ولكن أعتقد بأن أحيانا المضمون تغلب عليه الصغرية السياسية طيب انطلاقا مما تفضل به أستاذ دافري كيف أصبحت فعلا هذه المواقع التواصل الاجتماعي اليوم تنافس بقوة الوسائط الإعلامية التقليدية والكلاسيكية وفعاليات المجتمع المدني من جهة أخرى أصبحت قوة ضاغطة في توجيه الرأي العام وفي صناعة القرار نعم هي هذا موقع التواصل الاجتماعي الآن أصبحت كذلك تحتضن المجتمع المدني وتحتضن كذلك مجموعة من المنابر الإعلامية كالقاو سبونسوريزي يعني أنك تؤدي واحد الواجب لكي تقوم بنشر واحد النوع دي المعلومات بخصوص قوتك داخل الساحة باش الناس يتعرفوا على قوتك داخل الساحة كتحتاج أنك تكون سبونسوريزي لأن مسألة دي الاحتضان الآن أن هذا موقع التواصل الاجتماعي احتهي عند الأجندة دياله اللي هي مرتبطة أولا بما هو مالي محد ولكن المالي مرتبط بالنفوذ المالي مرتبط بالنفوذ السياسي لأن هناك وحد نوع من الجدل بين ما هو مالي وما هو سياسي السياسي يبحث عن النفوذ المالي حتى يحافظ على استمرارية القراراته السياسية والنافذ ماليا يبحث عن غطاء سياسي حتى يحافظ على مصالح المالية إذن في هذه التنائية الآن كتصبح المجتمع المدني كيصبح الأحزاب السياسية النقابات الهيئات المهنية سواء كانت فنية أو حرفية أو أي شيء من هذا القبيل تجد في هذا الفضاء مجالا لإتبات قوتها وكذلك إما لتلميع صورتها أو كذلك لكي تمارس الضغط على جهة معينة لكي تحقق مكاسب سياسية ومالية هذا أمر أعتقد بأنه لا جدال حوله والدليل على ذلك هو أنه الآن هناك دراسات حاليا بصدد الإنجاز دراسات أن عالم اللي كنت نسميه افتراض اللي هو عالم الشبكة الاجتماعي أصبح يؤثر على المزاج العام على ما هو نفسي وما هو ما فكري والخروج من عالم افتراضي إلى الواقع هذا الشخص اللي كيخرج من العالم من هذا العالم دي شبكة الاجتماعي إلى الواقع كيخرج كذلك بوحدة حمولة مستمر معاه في المزاج دياله في النفسية دياله مع ذلك شيء اللي يخداه من هذا العالم هذا هو كيقدر يأثر على علاقاته كيقدر كين بعض الماس إذا كانت داعيات كين هناك الذين قدموا استقالاتهم من المواقع كين هناك الذين انتحروا وكان عندهم هشاشة على مستوى النفسي نفسي نعم إذن فهذه الأمور أصبحت الآن واقعا كما قال دكتور بأن الأمر يتعلق بمثلا مجتمعات حسب كيف يتتعامل مع هذه المواقع الشميع ولكن يجب أن نعلم بأن مثلا إذا كنا سنعتبر بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي قطب الرحاة في القوى السياسية والمالية الآن فهي تعطي لهذا العالم للشبكات الاجتماعية أحد أهمية كبيرة والدليل على ذلك الصراعات التي تخاض على مستوى القوى السياسية الكبرى مع بعض الفاعلين في مجال الشبكات الاجتماعية سنتوقف اللحظة إذن مشاهدنا فاصل قصير وأكيد سنعود لكم لنستكمل الحوار دائما في برنامج بصراحة لا تذهب عيدا إذن نرحب من جديد بكل مشاهدنا وبكل من ضمننا لهذا النقاش في برنامج بصراحة على قناة ميديان تيفي ونرحب أيضا بضيوفنا هنا بالستوديو من الرباط هذه المرة أستاذ بودن هل تأثير الشبكات الاجتماعية له حدود أم هو غير متحكم فيه على الإطلاق طبعا هناك قراءات متعددة في هذا الصدد هناك من يقول بأن شبكات التواصل الاجتماعية عالم بلا حدود بالتالي حتى تأثير القانون لهذه الشبكات أحيانا تجد الدولة الوطنية صعوبات في تحديدها خاصة على المستوى التشريعي ثم أيضا لما نتحدث عن النطاق فنتحدث عن نطاقات هناك نطاق دولي وهناك نطاق إقليمي وهناك نطاق وطني وهناك نطاق محلي بعض الأحيان يعني 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 مشترك في شبكات التواصل الاجتماعية تحدث في قضية محلية ويهتم بقضية دولية بمعنى هو متعدد النطاقات على المستوى يعني التفاعل ثم كذلك على المستوى الحضور فقد يكون الحضور يوميا وقد يكون يعني غير مستمر يعني يصعب ضبط يعني هذا المستوى لا بد من الإشارة كذلك إلى أن رغم هذا فشبكة التواصل الاجتماعي والفاعلين على المستوى شبكة التواصل الاجتماعي فهم ليسوا في يعني جزر يعني هي ليست جماعات مشتتة بل هناك شخص يعرف شخص والشخصين يعرفان شخصا آخر والشخص الآخر يعرف وبالتالي هكذا المعلومة تنتقل وبالتالي أحيانا هنا يحصل ما يسمى بالتضامن تخيلي بمعنى مجموعة أصبحت متضامنة أو تشترك في قضية معينة بالتالي هنا لما يتضامن شخص معين من بلد آخر مع قضية قد تبدو وطنية أو شأن داخليا أو محليا وتتناقله وسائل الإعلام فأعتقد بأن هنا يعني يعني يصبح الفضاء واسعا وهنا يصبح التواصل عبر المسافات يصعب ضبطه بالإجراءات يصعب ضبطه بالضبطة التشريعية بل أكثر من ذلك حتى القنوات الإعلامية التقليدية أصبحت تخصص برامج خاصة بما يتداول من تدوينات وتغريدات شبكات على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي نعم وصور للفنانين والرياضيين على مستوى إنستغرام يعني كل يعني 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 شبكة من شبكات التواصل الاجتماعي لها خصوصية وبل أكثر من ذلك يعني لما يتم التأكيد على أن الفضاء هو فضاء افتراضي يصعب أيضا تحديد الذات والمساحة التي تتحرك في هذه الذات وبتالي يصعب هنا الزسر أو الردع طبعا يصعب هنا أحيانا يقال بأنه المعلومات التي تكون في شبكات التواصل الاجتماعي تسهل على يعني السلطات خاصة الأمنية من أجل مراقبة عاصية يعني هذه المواقع التي تتواصل الاجتماعي عاصية على الضبط سيد دفري هل هذا التأثير تقف وراءه جهات محددة أم أنه ناتج عن سياقات ربما معينة ومرتبطة بمناخ معينة هو السياق الذي تمارس فيه شبكات التواصل الاجتماعي تأثيرها بتأكيد أنه يكون سياق خاص هو سياق إما يتسم مثلا بالتوتر والاحتقان أو يتسم بوحد المناخ من خلاله سوف يتم اتخاذ قرارات معينة ستكون لها نعكاسات نعم يرى البعض بأنها ربما خطيرة وربما الآخر يحاول من خلال هذه القرارات أن يتيل وجهة نظره حتى يتموقع أكثر داخل الساحة السياسية أو الاقتصادية هنا أتحدث مثلا عن النقابيين عن السياسيين عن المجتمع المدني إذن هذه أطراف معينة تستفيد من مثل هذه الممارسات وهذه التدوينات وهذا الضغط الذي تمارسه الشبكة التواصل الاجتماعي كما أن هناك واحد ظاهرة التي هي صراحة فيها واحد نوع من الخطورة هي أنه كين في مثلا فيسبوك كين هناك صفحات معينة تشتغل على نمط الصحافة المهيكلة تعطي أخبار بشكل مضبوط من ناحية الزمانية عندها أسماء ديالها مثلا تلقى نقطة بريس لا يمشي حاجة بريس تلقى ولكن شكون هذه الناس لا يعرف كتلقى كذلك بعض البروفيل التي عندها أسماء ديالسخرية كين بعض الأسماء ديال مجموعات معينة ديال الضغط ولكن ما كيكون معروف شكون لمن وراءها مجهول الهوية إذن لا بالنسبة لمن مجهول الهوية بالنسبة للناس اللي هما كيتعرضوا التأثير نعم ولكن وما يهمون بالدرجة الأولى هم الفئة المستهدفة أو التي تتعرض لهذا التأثير تماما الآن تكنولوجيا ديال الضبط أصبحت لأن كتيح إمكانية لتعرفوا على هذه الأشخاص بحيث أنه ممكن من خلال مجموعة تقنيات الرصد للمواقع وهذه الصفحات كيمكن أننا نتعرف على تصلون للهوية ديال هذا الشخص أو ديال الأشخاص لذلك هنا في الخطورة أما بالنسبة للوضوح الشفافية الأسماء والتعبير عن المواقف والحرية للتعبير عن الرأي هذه تكفلها حتى القوانين شريطة التزام بوحدة ترسان القانونية الشريعية التي تسمح لك أنك تمارس ما تريد أن تمارس ومتأثير داخل المجتمع في طار القانون مثلا نحن في المغرب لأن الآن حاليا المدونة الصحافة والنشر والتي سوف تكتمل بانتخاب المجلس الوطني للصحافة كهيئة لدخله في هذه المدونة لأن نحن لدينا قانون جديد للصحافة والنشر الذي يمكن أن يكون لدينا هو المرجع إذا نريد أن نكتب أشياء صحيح نريد أن نكتب ه يجب أن نعرف أن في هذه وسائل التواصل الاجتماعي لا يمكن أن نمارس السب والشتب والقدف والتشهير ركي عقب عليه القانون أحتى في الفيسبوك ممتاز مدون أن نتحدث عن الفئات المستهدفة أي الفئات الأكثر قابلية لهذا التأثير يعني من المستهدف تحديدا سواء كانت بنية مبيتة أو بطريقة غير قصدية هناك أشخاص لديهم مناعة وكيف مناعة أنهم لا يتعاملون مع ما ينشر بطريقة فيها وحد النوع من قياد الأعمى لأنه بنفسه هو النسياق هو النسياق والخطير نعم هذا النسياق وهذا النقياد كين ناس عندهم هذه القدرة على تعامل بوحدنا وعلى ديال العقلان يا لاش لأنه أولا هو بنفسه يكون قوة يشكل واحد القوة ومنه يكون هو يشكل واحد القوة ما يمكن أن يجي واحد القوة وبسهولة أنها تمارس عليه التأثير العملية من ناحية هذه الموازين الصحيح ما يكون مثلا ينقاد هو أولا اللي يكون عنده واحد الرغبة باش أن الآخر يتكلم بدله ما عنده هذه القدرة لأنه يسمع الصوت دياله لذلك فهو من يلقى بأن هناك من سيتحدث باسمه سوف ينقاد وغير يتبعه يقدر يخرج من حتى ثلث ساحات ومشي هو اللي يبدأ ولكن عنده هذه الرغبة في الانقياد لأنه يريد أن يسمع أشياء هو بنسبة لي خلصوا يسمعها لذلك هنا هذه الفئة التي خلص الفئات الشابة من ناحية العمرية هذه خلصنا نشتغل بشكل جيد في إطار دراسات علمية تواصلية إعلامية باش نفهم بأنه أره في واحد المراحل من المراحل العمرية من يكون ما زال الفرض محتاج إذن ليست له علاقة هذا التأثير بالخلفية ربما الاجتماعية أو الخلفية الثقافية رهين بالعمر فقط أنا أعطيت كثال عمر عنده تأثير لأن نستمر وحد الطبقة من ناحية طبقية اجتماعية ميسورة ولكن نراها يمكن أن أنقعد وراء شبكات اجتماعي في إطار توجه الخلفية وكذلك النزوات والأهواء والأحلام ذلك وعلى لأن نكون مازال هش لا يمكن وحد القوة القوة هو القوة الفكرية القوة للتنظيم والقوة للإنتاج الفكر لا يمكن بكل سهولة أن نقعد يمكن مقاوة من خلال تدوينة أخرى مضادة توضيحيات سيريا معارضة إلى غير ذلك لكن تتبدي بأنها فيها أمور ربما تتعارض مع القيام والمبادئ التي قد تحصل لهذه التأثيرات المواقع التواصل الاجتماعي خصوصا الفيسبوك لأنه نشيط جدا كما تفضلتم بقولي ذلك سواء كانت قضايا سياسية اجتماعية واقتصادية أيضا ما هي هذه نعكسات التي قد تحصل طبعا لا بد أن أشير في هذا الإطار ثمت عوامل مؤثرة على الرأي العام داخل شبكة التواصل الاجتماعي هناك العامل المتعلق بالظروف الاقتصادية والاجتماعية وأيضا الشعور الوطني والعامل التاريخي والمعطى الديني كل هذه المعطيات يعني مؤثرة على الفاعل بشبكة التواصل الاجتماعي وبالتالي يصرفها في رأيه أو يصرفها في بوست أو تدوين أو ما إلى ذلك لذلك جدوى الأعمال جدوى الأعمال الفيسبوك غير محدد يعني أحيانا يضبط على قضية كبرى ولكن في بعض في غالب الأحيان تجد يعني كل يغني كما يقال على ليله كما يقال إذن أعتقد بأن هناك صور هناك صور للإنعكاسات هناك صور للإنعكاسات ونحن في هذه الحلقة تطرقنا لمجموعة الخلاصات التي نعتبرها إيجابية في مجملها ولكن هناك جوانب سلبية في شبكات التواصل الاجتماعي بحيث أنه لا حدود للسب والقدف وكذلك السخرية وأيضا التطاول على الناس هكذا أعتقد بأنه هذه جوانب أخرى لابد من إثارتها الإنعكاسات على المستوى السياسي أحيانا يكون نص مثلا تشريعي غير صديق للممارسة الديمقراطية أو لا يخدم مصالح جماعة معينة فتأتي هذه الجماعة وتقوم برد فعل من أجل تغيير هذا النص أحيانا الجماعة قد تؤثر هذا الأمر وينثاق العديدون وراء هذا الأمر لأن يعني مثلا النقاش المؤخرا دي المعاشات معاشات البرلمانيين أعتقد بأنه يثير نقاشات يعني يثير جدل يثير جدل كبير جدا وهناك ناس من خرط فيه يعني بشكل يعني جدي وأعتقد بأن يعني هذا إنعكاس آخر إنعكاس على المستوى التقافي إنعكاس على المستوى التقافي أيضا مرتبط بالمضمون فمثلا هناك نقاش كبير يعني مؤخرا هناك حديث يعني عن المغرب جيوس سياسيا ينتمي جيوس سياسيا ينتمي للمنطقات العربية ولكن هناك نقاش قوي حول لماذا يعني يسمى المغرب على أنه ينتمي للمنطقات العربية ونحن هناك انتصار للخصوصية المغربية والأمازيغية وما إلى ذلك إذن أعتقد بأن هناك نقاش حقيقي على المستوى بعض القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والهويتية ثم لابد من الإشارة إلى يعني معطى أساسي نعم معطى أساسي وهو مرتبط ب يعني أن شبكات التواصل الاجتماعي هناك اتجاه يعني يتبنى الدفاع يعني عن المصالح بالدرجة الأولى بحيث أنه يركز فقط على التسويق ليس إلا دفاع عن مصالح جماعة معينة عبر التسويق لها عبر التسويق لحزب معين لكما تضرب المصالح تضرب المصالح المستوى شبكات التواصل الاجتماعي بل أكثر من ذلك تكون قضياتين كبيرتين في شبكة التواصل الاجتماعي في الميزان في ميزان الشارع الافتراضي هناك قضياتين كبيرتين فالمتأثر من القضية الأولى يبحث على تغليب الحديث عن القضية الثانية من أجل يعني دفع القضية تغليب الكفة نعم هناك تدافع 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 حقيقي بين القضايا أستاذ دفري ما دمنا نتحدث عن الجانب السلبي كيف يمكن لبعض الحملات يعني في هذا العالم الافتراضي في هذا المواقع ديال التواصل الاجتماعي أن تؤثر سلبا على المجتمع سياسيا اقتصادي اجتماعيا ثقافيا أيضا وذلك ربما حسب الأياد التي تحرك هذه الحملات نعم أولا هذا العالم ديال الشبكة الاجتماعية هو فيها أولا تقنية وفيها أطراف فاعلين اللي هم أصلا عندهم حد الحمول الذي من المواخذينها واخذينها من تنشيئة اجتماعية تنشيئة تقافية سياسية إلى غير ذلك نعم إذا كانت السلبيات والرداءات موجودة في الحياة هي في الأصل وهي موجودة موجودة الرداءات في الممارسة في الحياة فبتأكيد أنه كان ناس عندهم خلفية الرداء أو سيئة وبالتالي سوف يمررونها على مستوى الشبكات الاجتماعية وما سيقوموا سيقوموا بتمديد هذه الرداءة ولكن في إطار آخر بمعنى أن بلورة هذه الرداءة سوف تتم من خلال وسيط الجديد كانت تكون عن طريق وسيط تنشيئة اجتماعية سلوك داخل الحياة كان ناس عندهم هذا النزوع نحو الإجرام نحو السب نحو الشتم نحو مجموعة الأمور وهي أصلا دخل في إطار الهشاشة الاجتماعية لما تسمح لهم أنهم يكون أشخاص عقلانيين وقادرين على بناء شخصية في واحد المجتمع يتسم بكون مجتمع سليم إذا ما يحدث هنا هذ الأشخاص يزيد يتأثر أكثر بما هو سيء وسلبي من وسائل التواصل الاجتماعي لكن لما تكون أصلا عنده في حياته في الواقع واحد القوة من ناحية المناعة المناعة من يكون مجتمع نظيف من يقول مجتمع نظيف بمعنى أنه كتوفر فيه جميع الشروط للتفاعلات الإيجابية مجتمع مثالي صحيح نحن بمدينة فاضلة وصد طبعا أنا وعي من هذا ما نقول وعرف نقول مجتمع نظيف فالقانون للتبادلات النظافة مع النظافة من تتبادل يكون كل شيء نظيف أكيد ولكن كل مجتمع نظيف ولكن هل المجتمعات الآن في العالم كلها نظيفة حتى المجتمعات الأوروبية واللي نعتبرها بأنها تقدر تكون مجتمعات قوية من ناحية اقتصادية العلمية إلى غير ذلك وكل شيء فيها نظيف لا إذا ما يحصل أن هذه الرداءة التي خلفية في الواقع تنتقل الممارسة على المستوى الشبكة الاجتماعية وتتبلور في أشكال أخرى وتزيد تمدد وتشعب وتعقد في هذه العملية سيد بودين أشار قبل قليل إلى حق المعلومة والولوج إلى المعلومة وربما سيد الدفري في مجال الصحفي والإعلامي السعي نحو الحقيقة والحق لا يتوقف على إعادة نشر تدوينها أو وضع مثلا لايك أو جيم في تدوينها ولكن ربما هو التحقق من المعلومة والوصول إلى المعلومة هل الوصول إلى المعلومة صاب لدرجة أننا نعمل أو ما هو متداول أن الكل يتقاسب هذه المعلومات وهذه الأخبار بدون تحقق منها بدون تحري بدون هناك أستداء وبذلك تحصل واحد النوع ما تشويش واحد النوع حسب طبيعة القضايا والمواضيع فإذا كان مثلا الأمر يتعلق بوحد الهيكل وهو أصلا مبني على ما يسمى السر المهاني نهاية كله مبنية على السر المهاني يقول لك أنا إذا بغيت تخرج واحد المعلومة من هذا الهيكل معين هيكل سياسي مثلا هيكل رياضي حتى الرياضة مثلا في فيفا ونحن نعرف كل شي نقول لك في هذا اتحاد الدولي الكوارات القادمة على مستوى كيف تتخذ القرارات مطبخ مطبخ سري نعرف أشياء مسموح لأنها تخرج هذه معلومات التي تقدر توصل لها كل حكم لغاية يعني ما متاح للآخر متاح لما شي متح رمع يتواج المواطني مثلا المستوى القرارات التي تتخذ داخل مواطق أخلاقية بنتهم داخل هذه المكاتب تلزم هذه الأشخاص لأنهم مجموعة الأمور قانون داخل يتبقوا على مستوى مؤسسات اقتصادية معينة التي تبيع تشري نعم هنا يدخل في إطار ما يستمع الدعاية التجارية وماذا يمكن هذه المؤسسات التجارية تكشف على الطبيعة الحقيقية المواد التي تستعمل وماذا طريقة نحن مصنوعة من هذه المادة إلى غير ذلك يبقى نسمع أننا عندنا وحد قابلية أننا ننتقوا بهذا ونصدقوا لأننا لا تكون لدينا المعلومة الدقيقة وما لدينا العلم الأكيد من خلال الولوج لهذا الداخل هو حق ولكن لماذا هو عصي على أنه يتاح للناس لأن الأمور هكذا لأن لا يمكن تكون قوة عالمية اقتصادية أو سياسية تمارس الهيمنة بلا تكون عندها ما يسمى بأسرارها المهنية جيد في هذه الدقاءة الأخيرة والمتبقية من هذا النقاش كيف يمكن أن نحد من تمدد هذا الأخطبوط ديال الشبكات التواصل الاجتماعي في كافة مفاصل حياتنا في يومياتنا في كل ما هو متداول وبتالي نجعل ما يشاع وما يقال في خدمة مصالحنا وقضاينا لأن تكون هدامة لمجتمعنا وأحيانا ينظر لشبكات التواصل الاجتماعي أنها شكل من أشكال العبودية الجديدة ومعنى أنها تستهلك الزمن المستوى الحياة اليومية وتنقل الحياة بتفاصيلها إلى مجالات عامة وهنا نتابع مثلا تطبيقات التي مثلا كسنابشات كيف يحمل كيف يحمل صورا أخرى غير واقعية عن أشخاص وبالتالي أعتقد أنه أحيانا لما نتحدث عن الإفتراضي الجانب الإفتراضي فعلا هناك جوانب إفتراضية لأنه تمت فروقات جوهرية لأنه أحيانا ليست هناك الحقيقة الكاملة فيما يتعلق بالشخص الموجود وراء الحاسوب أو وراء الشاشق مثلا الآن نتحدث في أذبيات شبكات التواصل الاجتماعي عن ما يسمى الجيوش الإلكترونية والكتائب الإلكترونية وما إلى ذلك مؤخرا في الولايات المتحدة الأمريكية صدر إحصاء ودراسة تتحدث على أن حساب رئيس الأمريكي فيه حوالي 8 ملايين حساب مزيف معنا لما ينشر التغريدة مباشرة يتم البرتاج معنا هنا صناعة رأي معنا هنا صناعة فكرة معينة مجندين بهذه الصناعة في تقديري على أنه فعلا الشبكات التواصل الاجتماعي هناك تساؤل مركزي يطرح دائما هو ماذا لو انتهى الفيسبوك ماذا تتفعله هذا السؤال مغري مغري لحلقة أخرى ماذا لو انتهى الفيسبوك وبالتالي هذا السؤال يطرح هذه الجوانب الإيجابية ونحن نتحدثه بصراحة في برنامج بصراحة يعني هناك أمور إيجابية تحققت من شبكات التواصل الاجتماعي طبعا ربما هو استعمال فقط حتى الخلافات تنتهي أحيانا بدرنا أقل وهو البلوكي أسهل طرق أستاذ دافري نختم معك كيف يمكن توظيف الشبكات الاجتماعية مواقع التواصل الاجتماعي حتى المجتمع يستفد من هذا الجانب الإيجابي ومن هالطاقات الإيجابية هذا السؤال هو في الحقيقة وجودي وفلسفي سمح لي عليكم كل كمان هل كنت نقول مثلا كيف يمكن توظيف الأسلحة النارية البندقية والمكوحلة في قضايا تخديم الإنسانية نقول يمكن استخدمها في مثلا عملية استياد الخنزير لكي يرعب كي يكون محاصة الفلاحية نقدرون نوضفها مثلا في عمليات الصيد من أجل لكي ننكل إلى غير ذلك ولكن هي رف جميع الأحوال رغاة توضف كذلك في أمور التي هي ماشية في مصلحة الناس أنا كنظن فيعتقادي أنه الأمر يتعلق هنا إلى وغير نستشرف المستقبل باستراتيجية عند ارتباط بمجال التربية والتكوين تربية والتكوين مرتبطة بهيكلة الأسرة مجموعة تقعات هنا هيكلة تنشئة الشمعية مؤسسة تعليمية نعم أستاذ المجتمع الذي فيه مثلا عشرة الملايين الناس أميا لا أميا بمعنى لا يعرف القراءة والكتابة الأميا على مستوى كيفية تعامل التواصل مع الحياة الأميا التكنولوجيا تلقى كل الناس لهم عندهم شهادات وقرن ولكن هو أمي تكنولوجيا على مستوى التواصل كيفية فهم كيفية قراء على مستوى العقل النقدي ربما هل أمي التكنولوجي الآن ترصد من قبل المتخصصين هناك مثلا على مستوى شبكة واتساب يعني شخص عمر ما يدخل لمدرسة ويتواصل يرسل فيديوهات وترجيلات وما إلى ذلك إذن هنا كنحصي هذا العالم كالقوبي أنه شاسع وواسع باش نقلصه من الأخطار كسنا التربية والتكوين والحس النقدي وواحد لإستراتيجية عامة لبناء والتوجيف الشجاة السليلة النقاش ممتع ولكن الوقت أدركنا شكرا جزيلا صادق لمتنا لك الدكتور محمد بودن على هذه الإضاءات وعلى هذا النقاش الهادف شكرا جزيلا نورتنا سعيد بالتوجود معكم شكرا جزيلا نورتنا شكرا جزيلا لك الأستاذ أحمد دفر على كل هذه الإضاءات أحلى شكرا لكم مشاهدين معكم لامتنان لفريق العمل وليبقى رجاء دائما في لقائكم غدا في نفس الموعد في انتظار غدا أحلى شكرا جزيلا